نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة والتي ستعقد ورقيا ويتم تصحيحها يدويا قلال العام الدراسي 2021-2022 مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن وأوضح المركز الإعلامي أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة لا علاقة له بما إذا كان الامتحان أو تصحيح ورقيا أو إلكترونيا كذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات مناشدا أولياء الأمور والطلاب بعدم الإنسياق وراء مثل تلت الشائعات التي تستهدف تضليلهم مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية